قبل الله صيامكم وقيامكم الفطور اليوم في فندق الزامبلس اللي بالقرب من لنمارك ندخل مع بعض إن شاء الله بيشوفوا التجهيزات الخاصة للشهر الفضيل حياكم الله طب وانت رايح في مطعم الثرية وهذه طبعا مجموعة من الحلويات الشرقية والعربية المعروحة وهذا هو مطعم الثرية اليوم عزومين بيع الفطور واللي عجبني صراحة مصلى خاص والطابق الثاني وهذه جلسة ثانية بعد اطلع على المسبح مباشرة بصراحة يا جماعة هذه الجلسة بالنسبة لي قسمه من الله حل جلسة نحن من داخل لا أظن لماذا هوى طبيعي شجار لا أعلم مكان جميل تحسي حق أربعة شخاص هذا شخاص حق قربات حق عائلة حق مكان أرجع أقول لكم سبحان الله الهوى الطبيعي دائما لا تأثير بشكل غير في النفس سبحان الله وفرصة لدينا الفندق لدينا فندق عالي بامتياز لدينا تجهيزات لكل الأعمار بناسب كل الأعمار لدينا شيء للأطفال كما ترى لدينا فورش شوكولاتة كثيرا بناسب هذه الأعمار لدينا تنويع من السلطات تشكيلة من المقابلات الباردة والساخنة لدينا أكل بناسبة من كل الكزين لدينا شيء سوري شيء مصري شيء خليجي يعني بناسبة كل كل طيب يعني هو بالطلب ولا بالبوفيه لا هو بوفيه طبعا بوفيه فقط اليوم نحنا لدينا إفطار بوفيه متنوؤ لدينا تحب نعمل نظرة لأنه تفضل لدينا سلطات لدينا سلطات هل هل سلطات هل سنف من هناك؟ نعم نعم لدينا حاليا لدينا سلطات هذه سلطات هنا سلطات خبز لا نحن لدينا سلطات في البداية نعم ونحن لدينا أنواع مستقب خبز هنا خبز عربي خبز غربي هذا كله فرش نعم هل انتظريتنا مخبز وضعنا مخبز نعم ماهذا هذه مقبلات ساخنة نحتاج أنواع 10 مقبلات ساخنة تحت بوسة 10 مقبلات الساخنة ماهذا هنالك هناك شربات دجاج بشارية لدي العدس الشرب التقليدية تبع رمضان تتغير لأحيانا بيكون في عندي حريرة بيكون في عندي أنواع يعني معين من الشربة عندهم الشارية وعندهم الشرب العدس هذا شيء عراقي صحيح؟ نعم هناك قسم العصائر قسم العصائر كامل هنا نعم قسم العصائر يمكننا أن نكون جاهزا هناك قسم العصائر رمضان هناك قسم العصائر هندي وعندنا جلاب وقسم العصائر هناك لبن وعيران هناك الكثير من المسكرة تسلت كم شخص؟ دعناك إلى 240 شخص وفقه هناك تراث في المطال أنا أجلل تراث في التراث في جيب هذا الكثير من خضار جاء جميع وضوء نعم نعم المصبح جميعا بره. شفتها نعم صحيح صورناها. طبعا بوفي لحد ما خلصناها نتظر شوية بوفي بنصور لكم بعد شوية ثواني. اللي يسألوني وين المكان. أنا حاليا موجود في سدانبلس اللي بجوار لندمارك. وهذا مطعم الثرية اللي في غجبة الافطار. دعوة الافطار دائما تكون في هذا المطعم. مكان صراحة راقي يا جماعة. ويناسب العائلة. يناسب المجموعات. عندك شركة بتعزم الموظفين اللي عندك. صراحة مكان وايت حلو. هذا الشاي العراقي. نعم. الشاي العراقي في معنا هو محلة تركي. محلة تركي هذا أيوة. في بيدبس الرمام. حلو والله. نحن متل ما من الأكل الرئيسي في القوق الرئيسي. حق. نبدأ. أ estranمunciation بشاري. حلو. داود باشا. هذا ميد. وانضة د Melissa? شع investing a بالفضر المجموع الأعمatter. هذا مشاريع التوديس في الفضر الدستريغانوف نعم. نعم لهم ع unemployment.怖ي على الاتفاق. حينها يحب أن يت강ع المعجبي. الشاي العراقي لدينا د�� Приветاني دكتور. هذا الدكتور على الرحم الض laughs bro. جميع صفати. هكذا. هذا دكتور ي앙小さق di المحاشية المصرية اليوم الملفوف ثمار البحر سيفود كباب بدنجان أكا حلوية سورية شيش بارك صلصة اللبن المشاوي المشاكلة والشيش طوء وعنى الشوق كمان والريش حلو حلو تبارك الرحمن هدا رئيسي الطبق الرئيسي عندك تبارك الرحمن مالدة بطاة عليكم بالعافية إن شاء الله ولحن بعد باقي الجزء الأخير نشوفه مع بعض مثل ما حكينا هي تتمي طبعا للأكل اللي هناك أنا هون الروز الأبيض أنا بترتشيكن دجاج بالزبدي في عنا معكاروني معمولي بطريقة تانية عنا الملوخية على الطريقة المصرية هذا الملوخية على الطريقة المصرية وفي عنا هون طبعا للناس الهيلثي في عنا خضار مسلوء وهي عنا طبق غربي كمان صدورة التجاج مع الكريمة حلو طبق خطري أحيان بيكون فريد هريص مخموصة معروفة كل يوم عمنا شيخ التقالي هاي عنا هون طبعا الكشري المصري مع الصلصة تابعة مع دي الصلصة؟ نعم وعنا طبعا ملك الصفرة القوزي على طريقتنا بدي فرجيه بشغلي بالمعلقة كيف ممكن نشيل اللحمة لا بدأ سكيني أصلا بالمعلقة أو تطلع معمولة بالفرن وشي ظريفة ماشا الله طبعا هالحلويات تابعة لاللي بره صورناها في عنا تشكيل كتير غنية ونحنا كتير مميزين هون بالحلو الغربي والعربي كمان كما انتا شايف كلا شغلات صغيرة عند فجوة كيف تاخدها كيكة العسل والشاي كمان هاي شغل البيت هاي شغل البيت هاي شغل البيت هاي كتير ظريفي كرشي كورينه اللي متغمز فينا الدلس البيت هاي كيكة خطيرة كتير طيبة بدأستحسان الناس، كتير justice عن هون wheelchair خطايف كامان وبإضافة هذا المكان شهères بيننا والخلو الطعف وطبعا Hoy كمان محبوب Lad醫 شكرا على الدعوة لا أحب أن أفطر براع البيت صراحة وأفضل ذائب الفطور مع الأهل ولكن قلت لن نجرب اليوم وحتى الرابع كانوا معي بعد قلت لن نجرب اليوم وصراحة الأكل كان جميل ومتنوع واطباق مختلفة مثل ما شفته والذي أحب أن يتواصل معهم أحطيت لكم الرأم مطعم الثرية وأعتقد لو تحجز قبل أفضل لأنه ما شاء الله اليوم تقريبا كانت طاولة أو طاولتين فقط فالحجز المسبق أفضل في جلسات خارجية وفي جلسات داخلية